شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الصمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام ويأتي في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مشيدا بالمستوى الراق الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما نقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة